أشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بما تحقى من تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة حيث هنأت رئيسة مجلس النواب صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت مراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة مشيدة بالدور البارز والقيادي في تحقيق تقدم المرأة البحرينية والاستقرار الأسري وفق رؤية شاملة ومتكاملة حضارية ورائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعى ومؤكدة معاليها دعم مجلس النواب المستمر لخطط وبرامج المجلس الأعلى للمرأة والتعاون الفاعل والمثمر بين المجلسين لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية والوطن والمواطنين